العالم في دقيقة الرئيس الأبنكي جو بايدن يؤكد اليوم في باريس بعد إطلاق صراح أربعة رهائن إسرائيليين في غزة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل حتى إطلاق صراح جميع المحتجزين في القطاع ألف الأشخاص يتظاهرون في وسط لندن من جديد للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بينما تتخذ التظاهر أبعاد سياسية تأتي قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من يوليوز في بريطانيا وحركة حماس تقول إن 210 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة فيما ارتفع عدد الجرح إلى أكثر من 400 جريح وفي جنوب لبنان قتل شخصان في قصف إسرائيلي حيث نفذت مسيرة إسرائيلية قصفا جويا بصاروخين مجرهين استهدفا مقهى ضمن محلات تجارية في بلدة عترون في جنوب البلاد وروسيا تقول إنها صدت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مطارا عسكريا في أوستيا الشمالية في القوقاز الروسي إلى اللقاء